بقي لي وحدها القضية عن خلفهم من فوتهاش إن شاء الله تعالى لآتينهم عودك من خلفهم الخلف عند كثير من المتدينين هو إن شاء الله تبارك وتعالى النظر إلى الأصل إلى الأصل إلى الأجداد إلى السلف الصالح إلى السلف الصالح مزيان الإنسان ينظر إلى السلف الصالح ويتبع السلف الصالح ويؤمن بمنهاج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة هذا مطلوب هذا يدخل في منهاج فهم الإسلام فليس هناك منهاج أصح لفهم الدين كمنهاج السلف الصالح خير القرون مزيان لكن أن يأتي بعض الناس باسم الدين فيجير السلف لصالحه نحن هما الفئة الناجية يقول عليه الصلاة والسلام تفترق يعني اليهود والنصارى وتفترق هذه الأمة 73 كله في النار إلا ما كان عليه السلف النبي وأصحابه ونحن هم وكل من يخالفنا فهو يخالف الإسلام فيجير هذه القضية وهو سبب كل الفتن في الأمة هذا واحد ثانيا هناك من مثل هؤلاء من لا يصبغ هذه النظرة صبغة سياسية أي خدمة الدين لنظام سياسي ونظام سياسي الذي يخدمه هذا النمط من التديون هو خادم لمن للصهيونية والصليبية والصفوية ولكن هناك واحد نظرة للتاريخ وللسلف لا تصطبغ بصبغة لا سياسية ولا دينية ولكن واسموية واسموية أنه إنسان عادي يقول لك قال عمر صدنا عمر صدنا كذا صدنا عثمان صدنا كذا صدنا كذا كأن يفتخر بما مضى من أمجاد المسلمين فيلبي ويشبع حاجة في نفسه وهو لا يقدم للدين شيئا تعظيم الطراث كانوا سيادنا يأتيهم الشيطان من خلفهم كانوا سيادنا فعلوا سيادنا جاهد السيادنا داروا سيادنا وأنت من الذي فعلته لا أحنا داروا سيادنا وأنتم موسموية إحنا يارك شوف كان شحارك في اتجاه خدمة الدين لا أحنا داروا سيادنا صف قال السيادنا قال السيادنا اللي مشايقر الحديث اتصل على علم الرجال 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 وفعلوا وكذا وهذه إن شاء الله سلوكياتهم وهذا جهدهم وهذا جهدهم في خدمة الدين والعلم ولقد صافروا ولقد فعلوا ولقد كذا اختبر هذا الإنسان في ممارساته وهو يتعامل مع الناس كيف تجدوه مغروح إذن يأتيهم من خلفهم أي التاريخ ما مضى من تاريخ أسلافنا ما شي قضي الدين تاريخ أمجاد الأمة يضخمونها وهي حقيقة وليست أساطير ولكن هم أجدادونا فكان من الطبيعي أن يكون الأبناء إن شاء الله مثل أجداد وأن يذكر الأبناء تاريخ الأمجاد علاج ليستلهموا منهم مزمو العبر والدروس ويتأسوا بهم ويقتدوا بهم فإن كان أولئك بذلوا أوقاتهم لتعلم العلم فعليك أن تفذل أنت إن كان أجدادنا جاهدوا وحرروا وفتحوا القلوب والحصود فلماذا نحن عياذا بالله فتحت قلاعنا وغزيت قلوبنا وأصبحنا كما أخبرنا النبي تتبعون سننا الذين من قبلنا اليهود والنصارى مالك ذاك كلام لا ينفع إذا كان بهذه النظرة كل ذلك التمجيد الذي تظهره للناس وأن تتحدث عن أمجادك وأنت عياذا بالله لا تقوم بأي دور في خدمة دينك فاعلم أنك تضيع وقتك ووقت الناس داروا سيادنا داروا سيادنا داروا سيادنا داروا نعم ولكن عليك أن تتأسى بهم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم تاريخه الذي مضى يقدسه يمجده ولا يجرؤ حتى زين بس ما حتى أن يعتبر الأسلاف من غير النبي غير معصومين ويمكن أن يخطئه فأنت تأخذ إن شاء الله تعالى ما تراه ملائما متناسب مع الكتاب والسنة وأنت ترفض كل ذلك أنت ما زال عندك العقل وما زال مكلف فهم رحلوا إلى ربهم وتلك اجتهاداتهم التي وصلت إليها في زمان اجتهادوا جزاهم الله خيرا وفكروا وكان دليلهم الكتاب والسنة حسب واقع عايشوا وخدموا دينهم قل لله رحمة الله لقنتم الدين سيادنا لقيتا اللي تفتحت الروم وتفتحت الفرص ثم دخلت ثقافات جديدا تعي فلاطون ماذا فعلوا ترجموها وأخذوا ما يصلح من تلك الثقافة لخدمة أمتهم احنا واسمو درنا احنا من الذي فعلنا احنا واسمو درنا احنا انشاء ذلك لا حولها ولا قوة إلا من الله العليا احنا واسمو درنا احنا خلينا كل شي احنا لم ندرس لم نتعلم يعرف الإنسان جسمة والتولاد لهذا وقع يتكلم به هو لا يعرف ماذا فعلوا أو في أي ميدان برعوا ولا يعرف نقاط قوة ونقاط ضعف ذلك الفكر ولذلك هذا النوع انت على التمجيد من أجل التمجيد فقط الذي لا يحدث أثرا في النفس يدفع الإنسان لخدمة الدين كما خدموا هذا تلبيس الشيطان لابن آدم حين يجعله يعتز بتاريخ ليس له انتماء له إلا إلا بذكر محاسن أولئك وما يقدر شايت يذكر أبدا شيئا غير ذلك ثم لا يحركه لفعل أي شيء يخدم الدين هذا كلام طويل وتكلموا فيه العلابة بزاق نقف إن شاء الله عنده هذا الحد هذا يغيئ شوش بليس من يدخل إن شاء الله سعال إلا أبغينا أنا نقوله وحل تلمى إن شاء الله ونجمعه واسمه نقوله على التاريخ واسمه تاريخ الأمة اللي معداش تاريخ هي أمة لا جذور لها واحدة ثاني الأمة التي تستنكف عن النظر إلى تاريخها هيا اسمها اسمها الأمة هذه أمة اسمها قطعت علاقتها مع الجذور ومن قطع علاقتها مع الجذور سيموت سيكون في مهب الريح الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى لابد إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقرأ ذلك التاريخ ونعتز به زيد واسمه المقصود واسمه المقصود لنتأسى بهم الرابعة لابد من قراءة ذلك التاريخ زيد بعين الناقد البصير بعين الناقد البصير لا بعين منبهر الذي يأخذ كل شيء ويعتبر أن كل شيء مقدس فلا تقديس إلا لكتاب الله وكلام رسول الله وكل يوخذ من كلامه ورد إلا صاحب هذا القبر لقد حرر القرآن عقول الأمة كلها وجعل النهل من الكتاب بدون واسطة فيمكنك إن شاء الله أن تعرض كلام جميع علماء الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله ولذلك فتكون إن شاء الله تتعيش مستنير بالنبراص بالنبراص فتحكموا وتزنوا كل كلام السلف بكتاب الله وسنة رسول الله إن شاء الله وعن إيمانهم نمشي إن شاء الله المحتاطة عن إيمانهم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم من 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 هنا لأن عن 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 أيمانهم لا لا أو لا يقولني شاء الله وعن أيمانهم وعن شمائل عن عن الأيمان وعن الشمائل كيف يأتي الشيطان عن أيمان المسلمين في الطريق المستقيم إن شاء الله قادي في الطريق المستقيم قدامك يقعدوا لك سيرات المستقيم زين ويريد واسمه أن يغطي عينيك على الآخرة حتى تكثر هك وملؤون لور واسمه يجعلك تحزن على ما فات هوا فيدخل عليك من هذا الباب حتى يدخلك على اليأس والقنوط أو تعظيم السلف أو 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 هذا من الفور مننا سيأتيك الآن عن يمينك ها إذا لبقى عقلك غيم على الأخرين ما تخدمش ما تخدمش ولا أحجبك لك قاديك الأخيرة ما تخدمش الآن عن اليمين يقول ما غير قدامه اللور يكفي أيها الشيطان لا قد لا ينجح من هذين الطريقين فيأتيك عن الأيمان عن الأيمان ماذا يمثل اليمين بالنسبة للإنسان اليمين ماذا يمثل اليمين بالنسبة عند نفس سنة عند نفس سنة أن اليمين في السنة تستعمل لكل واسم لكل لكل طاهر طيب وعمل مبرور الشمال ما تستعمل شرسه المسائل الأخرى العكس العكس في القرآن واسمه قال وللأيدي والبصار وللأيدي الأيدي والبصار يولي يد بالنسبة للإنسان ماذا تمثل نعم يعني العمر الصالح ولكن الأيدي ماذا تمثل نعم الأيدي واسمه تمثل نعم القوة قوة الفعل الأيدي السلطان ضرب بيده من حجد الأمر تحت اليد ما معناه تحت اليد مضبوط وضع اليد على هذه المنطقة ما نأخذ اليد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده اليد اليد الأخذ على الظالم زجره منعه هذه اليد ولكتها اليد هي يديا اليمين وهي هي القوة الكبرى اليمين هي يقول له يقول له أنت اليمين ديالي ما معنى أنت اليمين ديالي أنت البرادر واديري ما معنى أنت البرادر واديري ما معنى أنت البرادر واديري ما معنى أنت البرادر واديري يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشدد به أزري وأشركه في أمري عناش كي نسبحك ونعبدك ونذكرك تعاوني على طاعة الله تعالى إذن هذا اليمين آه ويأتيك هو عن اليمين إذن من مقصود إذا أتاك عن يمينك زين وأن يضعف قوتك يضعف قوتك ضد من ضد من ضد عدوك كيف هو العدو دي الشيطان فكيف يضعف قوتك هادو كيف يضعف قوتك ويريد أن تخور قواك المهم واسمه هو المقصود أن تعوى إن شاء الله باش يضعفك واسمه يضعفك يضعفك بالبدن ديالك لا واسمه يضعفك يضعف صلتك بربك لأن أقوى السلاح تجاهبه به الشيطان هو قوة إيمانك فهو يأتيك عن اليمين لكي يضعف قوتك التي تقاربها وهي قوة الإيمان أي يضعف إيمانك عن اليمين حتى تكون لقمة سائغة لكي يستزلك عن الطريق إذن كيف قد يدين لك ما الذي يوسوس لك به عن يمينك باش اليمين تشير لمن قلنا تشير لمن دائما لمن القوة أو القوة أنت المهم الفطعان تعصي دربي واسمه هي ما يقوله الحسنات طيخ لكم الحسنات قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا ويقف بين يدي ربه يسأله وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه ها أيمن منه الله أكبر أول حاجة ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم الحسنات وينظر أشأم منه هذه من بعد نجيب لهذه يا صاح فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه زيب فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر اتقوا النار باش بالعمل الصالح بالحسنات إن الحسنات يذهبنا السيئات ها إذا مقصوده على اليمين اسمه ها كيف يمنعك من الحسنات كيف يؤخرك عن فعل الخيرات كيف يصغر في رأسك وعقلك وهمك قضية الأمر بالمعروف والناء عن المنكر والتقرب إلى الله تعالى بالصالحات إذن أصدر أحنا عرفنا فكيف يعني كيف يقول لي كيف كيف إن شاء الله تعالى كيف 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 يشغل بطريقتين ينجح الشيطان ولا يبالي إن نجح بالطريقتين أو بإحداهما فقد يستزلك عن الطريق المستقيم عن طريق الحسنات والصالحات فلا يبالي إن حرزهما معا أو أحرز أحدهما فإن أحرز أحدهما فقد قضى على الإنسان وقضى على إيمان وأخرجه من الصراط المستقيم عن طريق الحسنات عن طريق فعل الصالحات المستنى اللي ولا اسمو إيا يعيدكم يعيدكم تعالى الأمام لا لا يعيدكم لا أحنا نتكلمو عن اليمين إن شاء الله على العمل ديال الليل ديال اليمن ديال الخيرات نحنا نتكلمو الآن عن الحسنات كاملين الحسنات بالإنفاق نتعلم المال وكل شيء قال لي أدلوا باليمين اليمين قال الحسنات نعم إذا بطريقتين طريقة الأولى إن شاء الله أحب الدنيا وكرا زر هتكلمنا عليها إن شاء الله على الأمام والخلف إن شاء الله بطريقتين إن شاء الله الشيطان بطريقتين الأولى زيد أن يقول لك يقول لك لازلت مقصرا اجتهد 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 قوم الليل افعل اجتهد اجتهد الله أكبر الغلوب التنطع هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها النبي ثلاثا والشيطان يصغر العمل في عينك ويقول لك عليك أن تتفرغ لعبادة ربك وكلما تفرغت للعبادة يقول زد فيزيد زد فيزيد زد فيزيد وفي الأخير لقد أصبحت وليا عالما فيدخل إليه العجبة فيحتقر الناس ويحكم على الناس تالك أن الله تعالى استودعه مفتاح الجنة والنار فيخرج من سياق العبد المأمور بين يد ربه إلى عبد يتجرأ ويتألى على الله كأن المفتاح بيده يدخل هو من يشاء إلى الجنة لمعايا واسمع لي لمعايا لمشي معارف جنة كينين هذا الناس ولمك يشامش تنطعك ولمك يشامش حول ولا قوة إلا بالله دخل النبي إلى حجرة إحدى أمهات المؤمنين فوجد حبلا يشد الحيطان يشد الحائطين قالوا ما هذا قال أمنا ميمونة رضي الله عنها ياك حينما تقوم الليل فيصيبها التعب والإجهاد فبدل أن تأخذ قسطا من الراحة تأخذ الحبل بيدها ويدير بعض الحركات حتى تمرر الدم بطريقة تلقائية حتى يسترح ظهرها ثم تستأنفوا القيام قلبي لا عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله الله لا يمل من إعطاء الأجر حتى تمل أنت من ترك العمل الصالح لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك وإنما يلخص لنا هذا النوع من استزلال الشيطان الناس عن الطريق عن اليمين هو حديث في الصحيحة ما عرفوا تعرفوا كلكم ياكا سيدي تعرفوا جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي فسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها حينما أخبروا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أين نحن وميننا رسول الله وقد غفر الله لما تقدم ذا الميامة أخر قال أحدهم أما أنا هذا يبغى اجتهد وأما أنا فإنني سأقوم الليل ولا أرقد ليلة كلها وقال الآخر وأما أنا فسأصوم الضهر ولا أفتر وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء حتى أستدرك ما فاتني والرابع في الرواية الأخرى وقال الرابع الحديث اللي يقول فيها الرابعة وأما أنا فلا آكل اللحم ما نأكل شنال اللحم فأخبر النبي بمقالة هؤلاء واعتبر أن هذا انحراف فكري داخل الأمة لو أن النبي تركه عياذا بالله لكي ينتشر بين النسلا حرفت الأمة ولا ضلت ولما عرفت ما يسمى زيد بوسطية الدين والتوازن الذي يتميز به الدين في إعطاء كل ذي حق حقه فلا ينبغي للتوغل في النوافل يكون على حسب الفرائض هؤلاء يفقدون فقها زيد فقها الأولويات يجتهدون في النوافل وربما يقصرون في الفرائض يدير حرب قداش على السيواك وعلى النقاب وفي نفس الوقت يقفوا مع السيسي اللي كي يخدم الصهاينة وهو عالم اللحياء قد لمكينسا ها قد شتول الدين كده يركب يتقاتل سمعت لوحد الشيخ وحد النهار أعطاه واحد السؤال على قضية هل يجوز للمرأة المنقبة أن تظهر في الإعلام في التلفزيون قال حرام قلت يا ابن أمين وكون غير شي حاجة أخرى مغير حرام كون يقول أكرهه أنا يطبعي وكذا ها يقول أكره ها يقول الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يامرون بالمعروف هنا عن المنكر وتقول حرام أنت الآلم المحدث أنا راسي شاب هتقول حرام أنت عالم ولا يجوز لمن يخاف ربها أن يقول للشيء حراما إلا بنص صحيح صريح شو ما قالوا العلماء خلص يكون واسمهم خلص يكون إن شاء الله تبارك وتعالى يكون قطعي ثبوت وقطعي الدلالة لحرام خلص يكون النص قطعي الثبوت ما فيش ماشي ظني الثبوت حل القرآن يقول نعودك قطعي الدلالة وليس ظني الدلالة حتى لو كانت ظني الدلالة يمكن للناس أن يأخذوا ويعطيوا لكن خلص يكون قطعي أنت تقول حرام الأمر أنت لعالم اللي تحتارك الأمة في المشارق ويعطيوا المغارب وتقول حرام ما تقول أكرهه أنا علاش أنا أكرهه علاش لأنني تمنيت ولو أن المرأة ما تدخلشها الميدان وكذا وكذا في هذه الوقيتها تقول أنت تحرم ظهور المرأة في التلفزيون وبني قابيها وبني قابيها ماشي شاهدان وشاهدان 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 الغريبة عالم يخدم الشيطان عالم عالم يخدم المشروع دي لإبليس يا الله فوصل هذا الأمر إلى رسول الله سمعوا للنبي حينما خشي النبي أن يشيع هذا النوع من الفهم للإسلام الفهم المتنطع الفهم الذي يخالف فيه الناس فقه الأولويات فقه الموازنات أن يعطى لكل عمل حقه كما أعطاه الله كما قال سيد داربي سبحانه وتزوجه في القرآن يقول لهم سبحانه وتزوجه يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كما نامنا بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله هذا ركن جل الإسلام لهو الحج والحاج عمله لا يستوي مع من يجاهد لأن الحاج في أحسن الأحوال يفيد حاله فقط أما المجاهد يدافع عن الأرض والعرض والكرامة ويجاهد بالنفس فلا يمكن أبدا في دين الله أن يتساوى عمل الحج وهو ركن مع عمل يدافع عن الحج وعن مكة لا أولئك الذين يزعمون أنهم مؤمنون ويسلمون مكة والقدس الآن إلى إسرائيل وهما ساكتذي كل علامة رجالهم ما يوكلش فالنبي صعيد المنبر وقال ما بالو أقوام قالوا كذا وكذا فعرضا مقالتهم والناس ويسمعون شوف سيدن بالحكمة اللي عنده شوف كيفاش يا ربي تعرفوا باش بالدولة ما تعرفاش علم أن مقصدهم من هذا الكلام والدافع الذي دفعهم يمكن أن يجول في خاطرهم أنهم زيد يكونون بهذا العمل الذي أخوف لله من رسول الله يا الله طيب أما بعد أما إني أخوفكم لله يعني جال هذا في صدورني أن النبي لا ينطقوا عني الهواء ما حسب لك إلا صليتي بزفق قال لي لغادي تكون حسن بالنبي اللي كان ينعس ونطيف أو إلا أنت اللي تصوم بزفتك وحسن بالنبي لأن النبي كان يفطر ويصوم عندك يا أخويا القضية قضية قلبها وليا ما شاك تقول قال لهم إني بيصلى عليه السلام سمعوا قال لهم أما إني أخوفكم لله وأخشاكم لا ومع ذلك فإني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم أكل اللحم وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي ده الشطان مش عال اللي ما بغاش طريقي مش عال طريقي الشطان من راغب عن سنتي أي طريقي منهاجي فهمي للإسلام تطبيق الإسلام من راغب عن سنتي فليس مني أي ليس من هذه الأمة يخرج على هذه الأمة بالسيف يعظم الحقيرة يحقر العظيمة يقدم ما يجب أن يؤخر يؤخر ما يجب أن يقدم والمسائل تعوى اسم الدين اتخلط عنده الله يرحمك يا الشيخ محمد الغزالي حياتك أملك نجاهد ذا النوع من الانحراف الفكري الله يرحمه مسكري لا إلهي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أدي ما تمشيش ما تمشيش مني كان في ذبحة الصدرية جاءتوا الاستدعاء بش يمشيش الله بش يدينوا يحذر في ذيك ذيك المهرجان الثقافي تعجيها نظرية في آخر حياتي والدو قال له ما تمشيش ورهم نهاوك وقد قال لا لابد أن أمشي فقد رأيت رسول الله أتكئ عليه اليمن اليسار بلال أمليم شرج نظرية جايدير تدخل ديال ونظر للناس أنت عدو السنة في السعودية أنت عدو السنة وعرقوا وقال لهم أما إني قضيت حياتي كلها أدافع عن السنة وأسأل الله أن ألقى الله وجبيني يتصبب عرقا في خدمة الدين فمعت هذا فقعوا الناس هذا نصر ومن يجا ويدفنوه جاءت الأوامر بش يندفن في الباقية وقال لهم ذاك اللي حفرت القبر قال لهم في المنشي نحفر ما قال لك حتى وجدت أرضا سهلة فدوفنا بين أهل الحديث وأهل الفقه بين قبري الإمام نافع والإمام مالك الفقيه والمحدد وعنده وحد الكتاب مشهور أحدث ضجة وهو إن شاء الله تبارك بين الفقه والحديث كتاب تعالى مشهور إذن المسلس يقولون فراج أكدت خلطه أنا أصلي وأرقد أنا أصوم وأفتر أنا أتزوج النساء أنا أكل اللحم وكان أحب ما يحب فيه الشات هو الكتف ويبغي المشوي ومن رغي بعد سنتي فليس مني شو واحد القيس آخ النبي بين سلمان وأبا الدرداء معروف هذه القضية معروف هذه القضية معروف هذه القضية أنا أغير نبغي أن نكره لكم باش نعطوا الدلائل على المقصود اللي هو إن شاء الله تعليسان يعرف كيفاش يتعامل فهذا ما يديه شي بليس قال لك سدي فذهب سلمان لزيارة أخيه أبي الدرداء أخاه ما في الله فأجد أم الدرداء مبتذلة شيك سواء الشعر من لا يروي قال ما لك قتل أخوك أبو الدرداء ليس له إرب في الدنيا ليله قائم ويومه صائم قيام صيام قاله ثرة قتل أرى قائم الغال جاء سلم عليه تصفحه ويجاب له الماكلة قال له كل قالوا لا أنا من الصاهم قالوا لا حتى تأكل كلا أبي الدرداء حلف عليه الضيف حلف على مولداء العشياء من هنا تعجوا هذا كالشي وصل الله للعشاء نظر أخور يقوم من ليل قالوا الله مرق قائمها ليه قالوا نعسم مع مرق إخوه هذا وشي جاء الضيف إلا مستعمير قالوا الله من نمن أنا نبات مع مرطي أنا جيت معه المراضيالي ونظيفك وانا نمشي نبات مع المراطي فأنا نبات مع مرطي ونمشي نبات مع مرطي جاء نوضم جي ذكلي وحدا نتعليل التاجود قالوا الله من نوضها نعس الله غلات وليت نعس يا أخوه النهر الثاني هاكلك الثالث هاكلك قالوا لأشكونك إلى رسول واش ما الضيف هذا أخوي هذا ضيعت ليه ضيعت قالوا المشي نويك عند رسول الله رجل برجل فذهبا إلى رسول الله فشكى أبو الدرداء أخاه سلمان فقال لقد فعل كذا وكذا حرمني من قيام الليل ومن صيام النهار واش هذا ضيف ولا واسمه هذا ضيف الله بروصي بحال نحن نقوله ضيف الله بروصي ها قال له نبس الله عليه وسلم ما سلمان واش هالشي قال له نعم يا رسول الله ها فقال سيدنا رسول الله يا أبو الدرداء سلمان أفقه منك إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أي ضيفي لزورك عليك حقا فاعطي يا أبو الدرداء كل ذي حق حقا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان شتب قرآن عشرين سنة خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تتخوف الميزان التفريط ولا تخسل الميزان الإفراط والتفريط قامت قام الكونه على هذه على هذه السنة الكونية ها إنت أبغيت ترفضها بصبعك وتقبضها أبغيت توقف لك فين تدير فين تدير صبعك فين تدير تديره هنا ها تديره هنا ها فين تغلت تديره اختارلو يا أخويا الصندر باش ها الميزان مننا يساوي ها الميزان مننا ومن ند من هاذ الآية اختارعو الميزان باش 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 نعم بسيدي بيعولك البطاطا الميزان أعطيه أخويا الميزان كل حاجاي يخصتك تعطيه لحقه في الدين انتشكون انتشكون انا عقله روح وبدل هيك ان تكون حياتك كلها شهوات على حسب الفكر والروح فاليهود فعالوا هذا قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء وقالوا واسمه واسمه قال قالوا احواج بالزعف نادوا الله يقع مغلونا قع سمو صف ولذلك هما الآن يستمروا يسيطروا على الأموال كلها لتغييل العقول عن طريق الإعلام الفلوس الذب هذو ليهود النصر واسمه اعتو غير الروح رهباني ابتدعوها ما كتبناها عليم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها لا رهبانية في الإسلام ورهبانية أمة الجهاد فمن أراد أن يطره بنا في الأمة فعليه بالجهاد ها يقول لي إنسان يغزعت لكل حاجة عقا الشيطان يخلوا من هالباب يولي الإنسان يقوم الليل ومسخوت الوالدين جاء عندي البين والأممين وجاء بولي الولد في التسعينات وجاءوا عندي للدار ودخلتهم شربونا كاس تعلتين قال لي تعرف على شهر رحنا يجينا قلت له علاج قال لي هذا الولد يالي على هكا تديه واحد الحركة واحد الجامعة ويمشي ويقوموا الليل ما عطوا شحر من النهار ويغيب علينا وإحنا متوطرين وما بغا شي يطيعنا يقولوا له يود يصلي في الجامعة للفرائض ودير كثير ولكن هاي الشي هذا واشي قال لي الجامعة المسؤول يجيبو تعاطي طعب وقلت له إن شاء الله تعالى أشكر أشركوا تديرو تقرؤوا القرآن تقرؤوا الكتوب تصليوا هذا الشي في الميزان تقرؤوا الشرع من أنت وزنه الشرع ما اسمه فارضة ولا نافلة قايشوف نقول لي واش فارضة هذه ولا نافلة صلاة ما قال لك حد شي حاجة الصيام ما قال لك شي لكن هذا المجالي سلي ركتديرها انتا يا وهذا قيام اللي ركتدير انت مع الناس واش فارضة نافلة قيام للنافلة الذكر نافلة حفظ القرآن نافلة وطعن تعباكمك فارضة ولا ها واشه البرد الولدين واش فارضة مقايشوف قلت له ورا ما بغيش يجيو برا رأى طاعة الله من طاعتهما ورضاهم من رضاهم وصخاتهم من صخاتهما يخلطر لله كوان قال لك ما تش تصلي ما تطح كوان قال لك المعصية ما تطح الولدين ديالك يخلطر شرك الله تقوم سبعمائة الف عام على قدم واحدة والولدين انت عكبار ومحتاجين لك ركبارك واش حالي يستنوك باش تصرف له نهار الاربع ونهار الخمس تديها للطباب ونهار جمع ديالهاك لا هاش شرع فرض هالشي انت غادي ادك الامير ديالك الامير الحميضة الامير ديالك الحميضة الحميضة الامير ديالك طعلي الامير ديالك في النوافل وتخلي ببقلي والامير ديالك الحقيقي كان سببا في وجودك شرع الفهم ديالك ديالك حميضة ادهوا الناس لسوريا ودهم لكذا غيبا ما عارض غيبا الانترنيا اامير كذا شرع ديالك نفهم اذا لشي هادرا في قاب وطعب شكل كان مورا فرع العلم يا صاحب يا صاحب العلم يا صاحب العلم يا صاحب الجهل هو اللي يوصل لها ما حول ولا قوة هيلة كان بزاب الجهل والفقر وكذا وكذا لكن الانسان على الاقل يكون عارف شوفوا شوفوا الامام البخاري واسمه يكتب شوه باب العلم قبل العمل ثم علق عليه واعلم انه لا اله الا الله عاد واستغفر لذنبك حتى الاستغفار يكون بعد العلم بالله فلو استغفرت ربا لا تعرف قدره ما تستغفروش نشان فقط استغفر بالليس والقلط كاف هذه أولويات العلم قبل العمل لا يحل لمرئ هذه قاعدة لا يحل لمرئ مسلمين أن يقدم على فعل جهة حتى يعلمه وذكر بقال في الأول يقرأ ولم يقول عبود كما قال سيدنا موسى إنيني أنا الله لا إله إلا نفس فاعبدني سيدنا موسى أول أمر عبدني لا احنا الأم لا يقرأ قبل أن تعبدني لأن العبادة التي تعبدني بها هي أيضا تحتاج لكي تتعلم عتى تعبدني كما شرعتها وليس على هواك انت درغ اللي قال لك رأسك لا تعلم يا صحبي لا تعلم ومن بعد عودك الأولويات شكور شكور الأولاد من بعد الإيمان تعرف ربي واسمه من تعرف ربي واسمه الأولويات المورا تعرف ربي إذا نقصك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائي وليس المسجل معل بن جبل حينما أرسله إلى اليمن معلما قال إنك تأتي قوما فأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطعوك مرهم بالصلاوات فإنهم أطعوك فإنهم أطعوك فإنهم أطعوك أريدهم التالي يجيلهم من الأول جبط البقرة بالشطاب أو بالرأس البقرة البقرة جربها بالشطاب أو بالرأس كيف لا يجرى الإسلام يجرى بالشطاب مشاهل هالشطاب يجرى واحد جاء عن ابن عمار أبن عرق جاغلا ابن عمار بغير يستفتيه قال له يا ابن عمار جيتك أستفتيك في أمر قال ماذاك قال له ما حكم سفك دم الذبابة في الحرام قرأني قتلت ذبانة في الحرام واسموه فيها الشرام قال له مني جيت قال له بالعرق قال له عجبا لكم أهل العرق سفكتم دم ريحانة رسول الله الحسين في الأشهر الحرم وجئت تسأل عن سفك دم البعوضة في الحرم متنطعون خرجوا على الأمة بأسيافهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يفجرون أنفسهم وسط الموحدين وآخر ما يفكرون فيه هو أن يواجه اليهود ولكن عدوهم حماس عدوهم مرسي عدوهم الإخوان عدوهم عامة المسلمين وأكثر وأكبر وعداهم يكون علماء أهل السنة كفروه انظروا إليهم التجد فيه معالما محترما لا مكان كما وصفهم رسول الله كلاب أهل النار شوهون صنيعة المخابرات الصهيونية الصفوية الصليبية دخلوا لكل أراضي أهل السنة وحرم أهل السنة الحقيقيون من السلاح ثم كان ذلك مشجبا يعتمد أعداء الله تعالى لقتل أهل السنة وتهجيرهم من أراضي السنة كما يفعلون في الغوط وما فعلوا في الفلوجة وما فعلوا في الموصل وما يفعلون في اليمن هدموا المساجد جاءوا يهدمونا الجواء معوا يديرونا يديرونا ذو كل يسمي وهم كيف يسميون الحسينية وجده عندنا الحسينيات ولا ما عندناش وجده ما عندناش الحسيني ملكي كان وعد السيد ديرها فضار وعلى الأستاذ في الجامعة ديرها عادغي فضار ما عرفش كل ني راهم شي عنده عندهم حسينية يدينون بالولاء لمن هذا التنطع الغلو في الصالحين إلى درجة قالها سيدنا الشيطان قالها سيدنا الغلو في الشيوخ الغلو فاش في الدين ما عن الغلو في الدين يدخل فيه مش هتقلم بصصمي إن هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق أوغلوا فيه برفق ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبا صلي يا سيدي الفرائض زيد وترك الكبائر زيد زيد هو دير اللي بغيت الفرائض مضيحها مش سهلة الفرائض واسمه الفرائض زموية الإيمان ما دير الشيك الصلاوات الصيام من يجي الزكاة إلا عندك الحج مرة في العمور إلا عندك إلا ما عندك شرام أرفوع عليك زيد زيد بر الوالدين حسن تبع علي للزوجة تربية الأبناء الإحسان إلى الجيران زيد وصلة الرحم بلع بلع فأنت من أكبر أولياء الله عند الله أكبر أولياء الله ما لست شوية تدير الدعوان الله لحبابك وتدير كذا هاي هاي بخفى الزمان بخم 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 بالصحة أنت دائر رواسمه اللحيا قداش وقيام الليل والسيواك والقم العباية فوق فوق الركبة والسلوان فوق الأخر وانت يا حاس بروحك انت العالم وتشوف الناس جاء عوام مايفهموش هاي فرعيات في الفقه ماشي في الفقه العملي مش حتى الفكري العقادي غيف العمل غيف العمل قصارى ما يبلغه الإنسان إذا خالفته في عمرين عملي أن العمر إن شاء الله فيه أكثر من رأي قلت له وقل له ويتكبره وقل له ويجيره كثر لحوله ورخه وسهل الله بالله عن إيمانهم ولكن مهمة عن إيمانهم من طريقة اللولى واسموه طريقة اللولى واسموه ما اسموه اضعفك اضعف إيمانك ماشي اضعف إيمانك ها بتزين الحسنات زين ودفعك إليها حتى تتعمق وتتنطع وتمشي بعيد في النوافل وفي ذلك الموقع يقول لك انت هو الوالي انت هو الوخي قال لك القادر الجيلاني كان يقوم الليل يوميا وواحد الليلة يقوم غف الظلام فاستنار البيت بأنوار واسمع المؤنادي يقول له يا عبدنا يا عبد القادر لقد رفعنا عنك التكليف وصلت الوحض يقول له المتنطعين تعدك صحاب الزواء يقول له عراك دركت عراك دركت الشيخ كرايا وصل وصل لها راسه شيخ كرايا وصل ازدركت المهم وقال له اذهب يا عدو الله فلو رفع الله التكليف لرفعه على خير الخلق نبينا الذي قال له زيد واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فكيف يرفع عنه قال له لقد نجاك علمك يا عبد القادر قال له خرص نجاني الله بفضله واش من علمي هذا واش من علم اللي عندي فقال له الشيطان انطفذك الظو ولا الظلماء قال له يا عبد القادر كم ممن كانوا يستنزلوا بهم الغيث يشفعون بهم الى الله اهلكتهم بالعجبش شحنوا ادهل هذا اعيش عبد انت عرب ودي المسأل وعيش عادي يا المسلم عيش عادي مازو بقض هدرتك